سمرين في تخطيتنا لإطلاق الرئيس السيسي النهاردة لإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان معانا في الستوديو الكاتب الصحفي الكبير رسالة عبد الحليم أنديل أهلا بك يا رسالة عبد الحليم أهلا وسهلا أهلا وسهلا في البداية خلينا نتوقف مع حضرتك أمام إطلاق الرئيس النهاردة لإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتأكيده على احترام الدولة المصرية وكفلتها لحقوق الإنسان المصري يعني قبل تطرق استراتيجية حق الإنسان المصري اسمحي لي بالإشارة إلى حدث مدوني هو الهزيمة المدوية لحزب الإخوان في المغرب طبعا أود أن أذكر أنه في أول تعليق ليه هنا على ما جرى في تونس صورة قيس سعيد وإجراءاته بتاريخ 25 يوليو الماضي توقعت نصا ما سيجري لحزب الإخوان في المغرب وهذا في إطار تصور عندي حبرت عنه أكثر من مرة فكرة غروب الإخوان من مشرق الأمة إلى مغربها أو كما قلت قبلا فكرة خروجهم من التاريخ المرئي طبعا هذا يأتي في سياق تفصيلة مهمة جدا في هذا القانون اللي هو فكرة مصر إنه ما يجري في مصر سلبا أو إيجابا يعود فيؤثر بنظرية الأوان المسترقة وإن بصور مختلفة من مشرق الأمة إلى مغرب وهذا له أوسق الصلة باستراتيجية حول الإنسان ما هي الصلة؟ صلة ببساطة أنه كما فكرة غروب الإخوان بدأت من مصر الأمة في الأوضاع المضطربة في العالم ككل وفي المنطقة خلال السنوات الأخيرة تحتاج إلى مثال هادن إلى نموذج وفي التجربة المصرية إيجابيات عددناها كثيرا أحصرها في فكرة أنه في إنجاز واضح سريع كفء في مساء العمران والطاقة وإلى آخر لكن طبعا طبع العمل الإنساني أنه دائما يحتاج إلى تطوير وإلى مواجهة التحديات رئيس سيسيليوم في إشارة لموضوع الصحة وفكرة العلاج التمييزي أشار لأنه يجب أن ننقض نفسنا نقدا ذاتيا وأعتقد أن هذا مفتاح مهم جدا لأن الذي يتصور فردا كان أو جماعة أو مجتمعا أو دولة أنه وصل إلى غاية الكمال فقد شارف حدود الموت دائما التطور يستدعي مزيدا من التطور وتطوير التجربة المصرية لجعلها مثالا هاديا لمنطقة تنتظر صوتا قادما من مصر يأتي في قلبه فكرة هو الإنسان بالمعنى العام الذي جرد له التطرق في الاستراتيجية وفي كلام الرئيس سيسي اليوم طبعا الفكرة الأساسية في هذه الاستراتيجية وفي التصور هي الفكرة الأكثر استقرارا ولا حتى المستقاه في جانب منها من تاريخ تطور العالم ومن تاريخ التطور المصري أنه لا جدوى من إجراء أي مقايدة بين الحقوق السياسية والمدنية والشخصية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى هذا ليس موضوعا للمقايدة هذه الحقوق متكاملة جمعنا أنه لا يجوز الدفع في تغييب حقوق السياسية والمدنية بأن في حقوق اقتصادية واجتماعية هذا لا يجوز اتنين أن الأمة أو الشعب أو الدولة قد تمر في أوقات معينة بتحديات معينة من نوع تحدي الإرهابي على سبيل المثال الذي وجهته مصر قد تستضعي إجراءات وتقييدات في مجالات معينة لكن المقدرة على النقد الذاتي وتصيح الذاتي بتقول إيه؟ بتقول أنه حين يجري تجاوز هذه المرحلة لا بد من انفتاح على أفق جديد الاستراتيجية اليوم تأتي في هذا السياق هي وثيقة مهمة جدا تصلح أساسا لنقاش وطني عام فكرة تحديد المدتها بخمس سنوات كدفع أولى وارد لكن الحقوق عموما في تكاملها لا تحدد بزمن وهي قابلة للتطوير دائما فالنص الوثيقة أنا أعتقد أنه كما أشار بعض الرسميين الذين حاضروا بما السيد وزير العدل المستشار عمر مروان هي نسخة أولى قابلة لنقاش أوسع وأريد أن أؤكد أن الوثائق وحدها لا تقيم الحقائق الحقائق دائما أهم من الوثائق الفصوص أبلغ من النصوص وهذه الوثيقة كما قبلها الوثيقة الوطنية استرجالتها خاصة مكافحة الفساد وغيرها لا بد أن تكون لديها نقطة انطلاق مجمع عليها بالطبيعة هي العقد الاجتماعي في هذا البلد منذ عام 2014 وهو دستور 2014 والذي يقرأ الوثيقة يلاحظ أنه في كل محور من المحاور الأربعة التي تطرقت إليها سواء الحوثية سواء المدينية والشخصية اثنين الحوث الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ثلاثة هو الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والشباب وإلى آخره أربعة فكرة بناء القدرات والكوادر في مجال حوث الإنسان يلحظ استنادها أساسا للدستور المصري من جهة ومن جهة أخرى الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر لأنه حين توقع دولة على اتفاق دولي فهي تدرج في إطارها نظامها الداخلي وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي في كلماته وفي مداخله